كبة لمستجدات الساحة الثقافية لقاءات واستضافات تونس الثقافية هذا المساء تونس الثقافية مع ناديا الحمران أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا مستمعين أوفية موجات إذاعة تونس الثقافية لقاءنا المباشر معكم مازل متواصل على موجاتنا ذكركم تسمعونا على موجات لفا مع الموقعة روديو بغي نقطة راديو كلتغير نقطة تيان وعلى صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية تنجم تابعونا في المباشر في هذا اللقاء مازلنا نواصلوا اللقاء مع ضيوفنا نحكيه على سندباد الحكاية هذا الإصدار الجديد بإمزاء ضيفنا الفنان التشكيلي والشاعر أيضا سامي الساحلي مساء النور مساء الفل مساء الورد مرحبا مساء الماء والبحر هذا بشي يكون محور حديثنا في جزء أول من اللقاء لأنه حول الماء والبحر يتمحور هذا الإصدار الأول بكري كنا نحكيه على فن الرسم فوق الماء أو كما زلنا مكملين اليوم في هذا العالم حينا نقوله وابش نحكيه على هذا الإصدار قبل ما ندخل شوية في التفاصيل من الفن التشكيلي إلى الشاعر أم من الشاعر إلى الفن التشكيلي حكينا على هذا التماذج بالنسبة لي كنتي في تجربتك ساعة مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا 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 لحقيقة ما نجمش نقول أما نقول إشكونا بديت قبل كنت أنا قبل ندها نشعر باللغة العامية يعني اللغة اللهجة تونسية ونرسم أما كان الرسم هو اللي غالب معناها أنا مشيت فقط طريقة بتاع الرسم رقيت ويزمني نختص فيه خطر صعيب شوية هو ومشي نتمكن من تقنيات ومتمكن من أسلوب اللي أنا نحب عليه ونوصل إلى مستوى معين مرموق ومميز يجب أن ندخل في الجو متاع الرسم ونشارك في معارض ونعمل وننتج ويطلب مجهود وتفرغ معناها تام تقريب ومبراليل معناها مع الرسم وكله مع نكتب الشعر لقيقة أما كنت خبية شوية يعني كأنا أفهم الأصدقاء المقربين اللي هما نقرأ لهم أو نقول لهم وعندي كرارش مع عام 99 ومع عام 93 يعني في خيطهم وحطيت دجافة الدبان كالك قوام يعني نقول أني فما علاقة كبيرة برشا ما بين الكلمات ما بين الرسوم يعني الرسوم تكلم الكلمات وتخليك تستوحي منها ونحن شنوها لغتنا هو الكلام يخليك ترسم يخليك تنتج حاجات منها من الحروف تشتق أنت لوحة تشتق أنت رسمة سكاتش نقولون نحن شخبة لخبة كما قالت شخبة شخابين يعني هي أبيدة مشتقتها من الواقع يعني شخبة واللخبة هي موجودة حتى في النقض التشكيلي يعني وكيف كيف زادة كيف كيف الرسمة تجم تخليك منها تستوحي منك الرسمة هذيكة حروف وكلمات وقصيدة وقصايد يعني مربوط كله ببعض يعني يعرفوك في الفساحة الثقافية يعرفوك سامين ساحلي الفنان التشكيلي أكثر منه سامين ساحلي الشاعر وربما حتى في المسيرة في التجربة عندك العديد من المشاركات وكذلك التتويجات أيضا شاركت في معارز دولية في المغرب في عمان في ليبيا في الجزائر في فرنسا في أمريكا أنت أيضا نعوذو اتحاد الفنانين التشكيليين وكذلك العديد طبعا من الهيكل الأخرى ومتحصل على العديد من الروائز في أمريكا عام 2019 جائزة الأولى جائزة الأولى في لسفيقاس في 92 أيضا جائزة اليونسكو لسلام والتنمية في العالم كذلك الميدالية الثهبية العالمية لحماية وجمالية البيئة أيضا وكذلك الجائزة الأولى لأفضل إبداع ثقافي للشباب في تونس ضمن المجموعات الخاصة والمقتنيات الدولية في أعمالك الفنية هذا أنا شوية أنا حبيت فقط على السيرة الذاتية المختصرة لتجربتك بالإضافة إلى كتابتك للشعر وبالإضافة إلى هذا الإصدار اللي هو مجموعة شعرية بعنوان سندباد الحكاية ثم ندخل بعض شوية في التفاصيل لأنه ليس فقط هما مجرد قصائد أنت جمعتهم في إصدار وإنما فما اشتغال على هذه المجموعة بالإضافة إلى هذا الديوان عندك زوز دووين أخرين بعد هذا الديوان ثم بعد نحكي وعلي كمرة أربعتاش محليا كمرة مرتاش أزهار وأشعار ثم بعد نحكي وعلي وأيضا تكتب الأقصوصة زوز مجموعات قصصية حب بتعم الفراودة ونبؤات المينيرفا هذا ما زوز مجموعات قصصية كل مجال فني تعطيه وقته وقيمته أمانه فما طيب احنا بك نحكينا على الشعر والفن التشكيلي ولكن أمانه ديما فما حاجة خاصة أقرب السامي الساحلي اللي أحكيتك هو كل شي قريب لي يعني كله خارج من روحي ونقلت حتى في القصص وكله طول يعني كتب قبل الكلمة قبل المقدمة ومقدمة وكل ديما نحكي فيها على الروح سبحان الروح هي من خلق ربي سبحانه يعني حاجة سامية برشة والنور وكل هذا شيء يعني هو قريب يسر لي سواء كان الشعر أو الأقصوصة أو الرسم أنا كما قلت أنت ملول ما شاء الله عليك في مسيرتي الفنية الحمد لله يا ربي أنا بديت بالرسم صحيح وركزت عليه وحبيت أن يكون معناها متميز في شيء هدايا كيوصلت أنا المرحلة معينة معناها بتبعى مزال الإنسان لشان ربي يطول عمرك وعمنا في الخير إن شاء الله والجميع إنه نرجع نتلها شوية بالأقصوصة ونتلها شوية بالرسم يعني عندي حاجات كيبنك أنا كاتب حتى قبل ما نكتب الأقصوصة بالعربية كاتب الأقصوصة باللغة الدرجة نعم يعني عندي مثلا قصص منهم قصصة اسمها دك دقني مثلا دك دقني وإيش ولا على الشيطان يعني الشيطان يحاور الإنسان أو يساحب الإنسان خطر الشيطان هو عدو الإنسان في الحقيقة ولكن هو يساحب الإنسان نعم ويحاول بشيء يدخله للجنة هو يحكي معاه في القصة هذه باللغة العامية يعني عندي مجموعة هكا كلها بالقصصة بالعامية قلت نكتب هكا زمان وهو حتى في المجموعة المجموعة الشعرية هذه اللي بش نحكيوا عليها ثم قصائد باللغة العامية باللغة العامية أيضا نعم 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 قريبة جدا من اللغة العربية يعني لهجتنا يعني عكس لما يقولوا الشرقيين أو حشكي منك ونا بعثت الشرقيين قداش قصائد وشاركت في المسابقات يقولوا لا عادي مفهومة يمكن احنا كنا نحكي ونزربوا شوية هم ووقتي يمكن ولو انه مفهومة يعني طبعا لغتنا اليوم يعني في هذا السندبات في هذه الحكاية يحنا بش نحكي وعليهم انت اخترت حكاية البحارة عالم البحر والبحارة لك علشان بكري قلت انه الدوان مش فقط مجموعة قصائد انت جمع اكتبتهم وجمعتهم ولكنهم لكلهم يحكيوا على عالم البحارة سفر يعني في عالمهم في مغامراتهم في حكاياتهم في اغانيهم في احلامهم في كفاحهم من جاءت الفكرة من جاءت الرغبة في انك تكتب عليهم وتكون مجموعة شعرية كاملة خاصة بعالمهم هم اتكسح على السؤال حلو برشة الله يقول لك حاجة كيف يقول المثل يعني لحمي قشعر قلونها بلغتنا رجعتني بالحق انا محس في روحي اللي انا كيني قدام المشهد اللي انا عشت وانا في التفولة معنا بين الشباب والتفولة لكن خويا الكبير يذكر برخير توفيق كان يخدم في بلاسة اسمه مادا كاسكر موجود ما بين تي جي ايم يعني في تونس العزمة وما بين تي جي ايم وما بين حرق رواد كنت نمشي بحذاه يعني هو مك الناس هو يخدم غاديك يسلح في السفن والبواخر وكنت عندي علاقة مع البحارة ومسوح بشوية البحارة وانا صغير لحقيتها مدخل روحي ما بيناتهم مكلماني شوية كنت حب نمشي مشيت مرة وليت قتل هزني ولا عندك المشهد هذاك وكالجو متاعك البحارة وكاللبسة الزنار وكالظلالة ذاكرة محدودة على رأسهم وكالتربوش يعني عندهم خاصية حتى في لبستهم يعني في قعدتهم في كلامهم لكن الجو هذاك الكل قعد عندي في الذاكرة يعني الراسة في الذاكرة والروح الذاكرة والروح يعني كان جدت الذاكرة تغيب الذاكرة لكن الروح ذاكرة رجعت قعد ترجع لحقيقة تربي فيما برشا حاجات معناها مشاهد دي أنا أعملهم في سندباد الحكاية وكصص سندباد بذاته يعني مغامر رغم أنه سندباد هي نوع من الأسطورة أو الخرافة أو الحكاية قريبة من الواقع وبعيدة بعيدة معناها بقليل من الواقع لكن فيها خيال وفيها جو هذاك الكل لكن البحار كي يمشي ويجي هو بيده عنده حكايات يعني يسيب له أحداث يسيب له حاجات سواء كان مفرحة أو حاجات ماذا تصدمه أو لحاجات كمناك ومعاناته مع البحر وحواره مع البحر وسراعه مع البحر وإنه ينتج ويجيب ويعمل يعني يمشي بلا شيء ويأتي بالكثير يعني حتى ولو ما يجيش بالخيرات اللي هي يتمنيها كم يام هو عمل مجهود يعني قام يعني ناظل بشو سل هذاك الكفاح هذاك الكل هو اللي مسني وقعد عندي في قلبي وهذاك اللي حبيت نحكي عليه هنا وحبيت نحكي عن المغامرات هذهك وخياله وحتى كي باش البحار يحاور في النورس ويقود والنورس اللي هو صديقه وحبيبه ومعنا هو اللي يقود فيه وكالنجمة ويتأله كيف كيف هو يحكي مع الإله ويرجع على أهله يعني هذا كله موجود في الشيء ذاك وانا عشته وانا تفل صغير مع البحارة هذو كان فيما رجل كبير يدني معين الشبك في حرق الواد وكل كنت ما نقعد بحذاء كان يبدأ يتمتم يغني يعطينيش لغناية الكل أما كما هكا يتمتم يقول ويحكي كيف شو وصل وشو مكياه وكانت الدنيا مفتوحة وكان عنده الأمل رغم أنه معناها إنسان معناها مكافح وكان معناها بسيط بسيط معناها حتى في الحالة الاجتماعية وكل أما كان فرحان وسعيد جدا أنه كان يسافر عكس الناس يقابعين فكي البلاد دي كان مخرجوش منها هو يخرج ويسافر ويغامر وهو يحس روحه سندبات يعني هو يحس هو طفل أصلا الله يرحمه من كل كان هما حيين وكان هما موجودين ربي يتعوى في أعمارهم في الخير أنت قلت كل بحار هو سندبات هو مغامر هو طفل كما قلت أنت وعشت معهم أنت في الفترة هذه ويعني تأثرك بهم لدرجة أنه كتبت عليهم وخينا قولوا هديت لهم تقريبا هذا الدوان القصائد كتبتهم يعني بعد فترة كتبتهم توا وانت تتفكرهم كيفش حضر الأحاسيس عندها تأثير على الكلمات والله الحقيقة هو كتبت قصائد بالعامية وخليتهم مش برشة هما الحقيقة على البحر وكل أما عملت رسوم فهم رسوم أخرى لم أستطيع معنا أن نحطهم في الكتاب يعني وقتا جيت نبحث نبحث عليهم لم أرقيتهم في اللاتولية متاعي اليوم بالذات يجاي لك أنت جاي نبحث على الكرتابة هذه بالذات عندها 30 سنة الكرتابة هذه رقيتها مكتوب علىها 30 سنة تجربة 30 سنة رقيتهم والرسوم يدوكم اللي أنا رسمهم في الطفولة 2020 و2022 وكذا لكن القصائد اللي كتبتهم هما قصائد تقريب من تقول أنت عام 2000 2016 2015 يعني قادتك الذكرى والحنين هذاك الكل والخيال بمني فنان تشكيلي أنا بالأساس لحاجة باهية يعني خلاني نتخيلهم وقعت الذاكرة تشتغل والروح والعمق هذاك وانا نحكي عليهم طوها وكييني نحكي عليهم 2023 يعني بالذات كيينهم قدامي يعني المشهد لم يقب عن ذاكرتي تماما وبالعقس تتنمى المشهد ذاك وزيد كيينة كبرت ولا عندي أحساس آخر وقالت إنسان نسمرها ببرشة يعني وصدت العمر اللي هما كانوا فيه كانوا هما وقتها فيه وانتي كنت صغير معنا وانتي تكتب عليهم وانتي يعني ربما المشاعر اللي تنتابك وانتي تذكرهم هما اللي ترجمهم يعني كتابة وترجمتهم أيضا رسومات لأنه هذا الموجود في الديوان كل قصيد معه رسمة وانا بكري سألتك قتلك هل أنه القصيد هو اللي يوحيلك بالرسمة أم الرسمة هي اللي توحيلك بالقصيد هذا اختيار منك أيضا في هذا الديوان الحقيقة هو الديوان وانا مش منحب نحكي عليها بكلمتينا لأنه متفرد الحقيقة أنا كنت قبل قتلك بحثت قبل ما نخرج الديوان نحب نعرف أنه ليس ديوان أو معناه كتاب كبير أو حاجك يحكي على البحارة بشكل خاص نقع أغنيات نقع أغنيات نقع أثنين نقع قصيدة ثلاثة أربع قصايد مثلا في ديوان متع مجموعة شعراء نقع أغنيات لكن الديوان كامل كله برسوم محلة بالرسوم ومعناها مزين بالرسوم ورسوم يعني رسوم محترفة وكل وقصايد وتحكي على البحر والفلوكة تتكلم والبحر والموجة تتكلم الموجة تتكلم في الحوطة والحوطة تتكلم في الموجة وتوصف في الشكل هداك وكل عالم هداك الكل لم أجد لحقيقة متعربي معناها هذا حاجة متفردة معناها بكل تواضع عملتها وقشتي هيدا كبير وشكرا لدار النشر معناها اللي أعطاتني الفرصة أني بشتخرج فهمت لدي حد النشر يعطيها الساحة معناها حاجة متفردة هم بيدا قالوا لي معناها اللجنة اللي هي حاجة متفردة برشا وعامل يعني الإخراج متع الكتاب الكل وعاملوا أنا الإخراج وكل بالصورة بالغلاف بالخلفية بالكل يعني خدمتهم من يونسيز من يقول أنت بقلبي بروحي بالروح نعم وانت تشتغل على هذا الديوان وفكرت أنك تخصص الديوان الكل لهذا العالم عالم البحر والبحارة الماء يعني بكل هالخصوصيات الطبيعية الجميلة برشا اللي تأثر في الإنسان يعني علىش اخترت ربما هالتجربة هذه أنك خاطر مش فقط هذا يحنا اليوم نحكي على الديوان خاص بالبحارة ولكن حتى في أعمال أخرى ربما نحكي عليهم بأكثر تفاصيل هذا الاختيار كان سهل بالنسبة لك أنك تحدي ربما أنه يكون فما إصدار خاطر نحن نعرف أنه أغلب الشعراء هما يكتبوا قصائد ويجمع بعض هذه القصائد أحيانا يختاروا قصائد اللي تعبر ربما على نفس الحالة تعبر على نفس القضية تعبر على نفس المبادئ ويعني ثم رابط بيناتهم ويجمعوهم في مجموعة في ديواء لكن أنت اخترت العالم اللي أنت تكتب عليه وترسم عليه وخرجت ديواء وهذا كان الحاجة جميلة لحقيقة متعربي أنه واحد كما تقول أنت يعوم في بحره كما تقول المثل يعني بين قوسين على حكاية المثل عندي زدك مجموعة للأمثال المضحكة عملها الأمثال الشعبية هذه قلبتها أنا وعملت لها أمثال المضحكة أنا هم يعني المهم نرجع للكتاب الكتاب حبيته يكون متميز هم يستحقوا البحارة طحية البحارة في العالم الكل يعني أنه يكون عندهم حاجة تمسهم ومشاعر متاحهم موجودة يعني أنا حسيت تروح لي أنا بحار وأنا سندباد قبل الكل أنا سندباد أنا هو سندباد وهناك سندباد يعني فهم رسوم فهم المرأة بحارة يعني هي دجاع حتى السورة الأولى متاع الكتاب وهي الغلاف هي حورية يعني سندبادة وتدخل حتى للكتاب بتتفرج أنت في الرسوم وفي اللقطات تقبار شهر النساء في الواحد دابسين لبسة البحارة ولك الزنار والدنيا الكل وهي هي الرئيس متاع البحر يعني تتصور أنت معناها سندبادة يعني ما نسيتش المرأة وما نسيتش الرجل يعني هم مزوز مكافحين وهما نوس المناظلين يعني هذو من الناس المناظلين اللي قتلك عليهم أنا حبيت وحبيت نعطيهم لقدر رمتاحهم بالحق لأنه تشوف البحار يحكي معاك رغم أنه ببساطة إنسان تحصل بسيت لكن إنسان متمكن ومتشبع بيه كالشي هذك حسيتروح ليانا سندباد وما فلوس فما ليانا سندباد هو الرمز رمز المغامرة رمز الأسطورة وذلك عليش اخترت أنا كلمة سندباد يعني كل بحار هو سندباد ومغامراته وعنده أسلوبه في الحكاية وأسلوبه في الحياة وهذه الجمالية هذي الجمالية صحيح وانتي تحكي يعني قلت كل بحار هو سندباد هو هو حكاية حكاية هذا سندباد كيفاش اخترتهم يعني كيفاش عبرت عليهم ربما يعني كتابة شعرية خطر كنقوله سندباد الحكاية لأنه ربما أي حكاية اختارها سامي الساحلي أو يعني لماذا اختار هذه الحكاية عن غيرها بيش تكون موجودة في هذه المجموعة شعرية نعم أو يعتقد أي إنسان يشوف العنوان يقول سندباد الحكاية يقول لك هذي مجموعة قصصية أو رواية مثلا أو حاشك منك أنا أتصور في الشيء هذي وأنا ذكر حبيت نعكس كنت نجم نعمل رواية أو مجموعة قصصية ونحط سندباد الحكاية لكننا حبيت نحط الشعر أول حاجة سأتحدى تحدي الروحي أنا تحدي نفسي أني نجمشي أنا نكتب قصائد وتكون القصائد هذي كخد طرف هو الشعر ينجي يميكتب القصص عكسه أنه يكون مثلا في الأغلب أن يكون هو معناها يكتب معناها قاس أو كاتب يقال هذا يرجع أنه يكتب ويكتب الشعر صعب عليه قليلا معنا مشاعر نجم يعمل لذي الكل ومو بلوس عندي ربي سبحانه أعطاني يموهب ترسم يعني حبيت هذي الكل أني نفرضه أنا ويكون فهم حاجة وتخرج من تونس لحظة كنت تشوف الكتاب تحلو تقول الفنان الشاعر التونسي وأكدت على ذلك في الكتاب برشة مرات التونسي لماذا التونسي لأن المغامرة خارجة من تونس سندباد هو سندباد في البغداد سندباد في شرق لكن سندباد تونس هو نحو العالم ومعاه القصائد وأسعب حاجة أنك تكتب قصائد ما تكتبش قصة وهي القصائد فهي قصة بطبيعة فمعنا نقول قصائد سردية يعني سردية رمزية وحكاية يعني تقع كائنا يا مكان وتقع الشيء منك بالعامية وبالعربية يعني باللغة الدرجة متاعنا وهذاك القوة نتعلم الديوان يعني المحلة بالرسوم والرسوم زدك كيف مميزة كما قلت تقبيلك تقنية بريش الدجاج تقني بريش الدجاج ريش الدجاج نغطسها في الحبر ونرسم بها نقطة نقطة يعني من نقطة إلى تكثيف النقط حتى تتولدوا رسمة يعني كتكثف النقاط نقطة 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 تأتي مشهد معناها مشهد في البحر ومشهد مع الطيور مشهد مع البحارة مع الفلوك مع الفلوك يعني الفلوك العامية يعني الفلوك نعم رسمات هذومة وانت تحكي عليهم يعني بكل هذا الحب يعني اللي اشتغلت عليهم يعني في وجودهم في هذه المجموعة الشعرية قداش نجم فقط الرسمة تعبر يعني أنا نتفرج في الرسمة وغير ما نقل القصيد نعم نفهم ما هو حبيت أنت تقول يعني صح نعم فما رسوم غامضة شوي يعني يجب أن تقرأ يجب أن تقرأ قصيدة وتلقى القصيدة غامضة شوي ترجع للرسمة وهذا هو البناء يعني فما كما تقول نحن لعب لعب على الرسمة ولعب على القصيدة وفما تزاوي ساعات تقصر أنت للكتاب تلقى فيها مثلا صفحة أو صفحتين كان القصائب ما تقاش الرسمة لأنهم الرسمة ألينا من الرسمات ما يعطيهم حتى إضافة لك القصيدة هذيك خليتها بلاش رسمة معناه وممكن تكون طويلة جدا باش تحط معها رسمة يمكن تقلقها ولا حاج يعني الإخراج هذاك عملت أنا وما عند فيه الحقيقة وكان عندي لدي على الإخراج قبل حتى من نشره عامل أنا لدي عامل وراق في الدار وكيفاش كييني أنا باش نحطه في الكتاب بالضبط والرسمات هذه الرسمة هذه ممكن من بعد بدلت شوية رسمة ولا زوز ولا قصيدة بدلت وزدت شوية أما المهم أن يخرج حلو برشة يعني إخرجت على فنان عامل مشهد مسرحي الفنان عامل مشهد مسرحي وأخرج هذا الديوان كما حسوا هو وكما حبوا ربما معناها ما يمكن أن يطرح أنه كان سهل السامي الساحلي لأنه هو بطبعه رساب وبطبعه شاعر فقط قدرته على أنه يجمع هذه القصائد مع هذه الرسومات كانت سهلة العملية بالبساطة هذه أم لا لأنه أنت رسام وأنت تشكيلي وأنت شاعر مجهود كبير لحقيقة مجهود نفساني مجهود تقول أنت خبرة هذه كلمة صحيحة الخبرة خاصة أني كنت رسام كما قلت لك لأنني نظم المعارض ونعمل تابلويات ونضعهم ونعمل تقول أنت ديس باتشينج متاع اللوحات في الرواق يعني باش نجي نعرض أنا نحطك اللوحات هذه ونزينها منعرف كيف نحطهم هذه اللوحة الأم هذه اللوحة كل واحدة ونتنش بتكون في الموضوع نقطة ذهبية هذه في الرواق متاع اللوحة هذه كده بالضبط أنا اخترت أن تكون معناها حاجات كم برشة تعب الحقيقة تعب كبير قبل كل ذلك التعب هو في النشر سعى قبل ذلك التعب في النشر لماذا تعب في النشر لأنني نكلم أكثر من 120 دور نشر في الشرق في المغرب في أمريكا في أوروبا الحقيقة برشة معناها وعدوني كل لكن كنت خايف أن الكتاب لا يخرج كما أنا أحبه وحبه يخرج في تونس لما نقول لهم نكلم معناها دور نشر تونسي بربي بربي نقول لهم نحب أنا في تونس يخرج لا نحبوه نخرجوا في الخارج لا نحبوه يأتي كتابي من الخارج نحب كتابي يخرج من تونس يقولوا وفيما كباسيتية فما دور نشر حلوة فما رسمين حلوين فما فنين عليش يخرج من خارج هو سامي الساحلي عايش هنا في تونس كما سامي الساحلي يمشي الأمريكا ويمشي الفرنس هو سامي الساحلي لم يتبدل ولكن عطيونا الفرصة والحمد لله معناها بعد العناء وتحصلنا على الشيء وفما شكونا فهمنا موجود اليوم الديوان وإحنا مازلنا بش نحكي وعليه طبعا سندي بدل حكاية اللي هي كما قلنا حتى نذكر ربما مستمعين لهذا الديوان هو سفر في عالم البحر والبحارة والماء وكل هذا العالم كما قلت يعني أحلامهم كفاحهم أغنيهم عيشتهم يعني كل هذا موجود في هذا الديوان مازلنا بش نحكي وعليه بأكثر تفاصيل معاك في لقاءنا ضيفنا الفنان التشكيلي والشاعر سامي الساحلي مازلنا نحكي وعلى تنباد الحكاية نحكي وعلى البحارة نسمع الفنان التونسي الزين الصافي في غنية بحارة بحارة في لقاءنا المباشر معكم من تونس الثقافية شكرا اشتركوا في القناة